موسيقى السلام عليكم طبعا مثل ما تشوفون هنا عندنا صورة الأشعة هذه الأشعة أشعة مو طبيعية بها خلب مؤشر عليه بالسهم إذا تلاحظون هناك شكل أبيض على شكل هرمي أو شكل اسفيني أو مثلث هذا يمثل شنو خلايا ما تتفرع وصار عندنا نكروسيس وصار عندنا نخر والتهاب وتجمعت سوائل وطلعت أيضا بهذا الشكل الأبيض الهرمي هذه العلامة يسموها بالإكس راي هامبتونز هامب وهس راح أشرح لكم بشلو هذه العلامة لكن قبلها راح نرسم لكم أنه ببسيط يمثل الرئة والتراكيب الموجودة بالرئة بشكل بسيط طبعا هنانا البرونكوس القصيبات الهوائية والقصبات الهوائية وكيفية تفرعها داخل الرئة سنلون الرئة طبعا مثل ما نعرف أن الرئة يأتيها الدم عن طريق الـ pulmonary artery الذي لا لونه باللون الأزرق والدم أصلا هذا غير مؤكسج سيأتي للقلب عن طريق من الرئة ومن الرئة من الرئة ومن الرئة والأجوة في الأسفل وبالتالي سيأتي الدم للرئة حتى تحصل عملية الـ oxigenation أكسدة هذا الدم غير مؤكسد أو الخالي من الأوكسجين ويرجع للقلب عن طريق أربع أوردة رئة طبعا هنا نراسم اثنين فقط للتوضيح ولكن هما أربع pulmonary veins يرجعون الدم المؤكسج من الرئة إلى القلب وراح القلب يضخه عن طريق الشريان الأبهر الأوردة هنا راح أكمل أرسم تفرعات pulmonary artery اللي هم راح تفيدني وماذا تلاحظون التفرعات هذه تكون على شكل هرمي أو شكل مثلث أو شكل اسفيني ليش؟ هذا مهم كلش عندنا بالكلام اللي هم راح أشرح لكم شون الفايدة طبعا هنا تشوفون هذا المسار دار اسمه هو مسار الدم كيف دا يجي للقلب وثم دا يطلع لل pulmonary artery وبدأ يتوزع في الرئة لنفرض هذا المسار انسد لأي سبب من الاسباب؟ طبعا سبب شائع هو pulmonary embolism كيف معنى أمبوليزم؟ أمبوليزم هو أي شيء طايف في الدم ممكن يكون هواء ممكن يكون فات دهون راح تؤدي إلى انسداد في وعاء دموي طبعا هنا لنفرض عندنا في هذا المكان صارت ثرومبوس خثرة دموية هذه الخثرة ما تسمى أمبوليزم هذا تسمى خثرة ولكن لنفرض هذه الخثرة انتقلت في الدم هذا جزء الطاير في الدم نسميه أمبوليزم مو الخثرة نفسها الجزء الطاير وهذا جزء الطاير في الدم ممكن يروح لمكان آخر ويسبب انسداد طبعا في هذه الحالة في الشريان الريئوي فسموها pulmonary embolism نسبة لل pulmonary artery pulmonary artery embolism أو pulmonary embolism هذا بشكل بسيط شنو معنى embolism فلنفرض هنا في هذه الحالة نسدد طبعا هنا حطيت لكم صورة زرار احنا بالعلاقة نسميها دقمة ما عرفتو نسميها وغير لغة بالانجليزي bottom ليش حتى تمثلكم انه امبوليزم ممكن تكون اي شيء رايح بالدم وده ينتقد ممكن تكون هوافات او دقمة طبعا عمليا مصر لكن فقط من باب المزح خليتلكم اياها فهذه الدقمة او الزرار سدت pulmonary artery في هذه المنطقة فش راح يصير في الخلايا اللي كان دا يزودها هذي pulmonary artery او هذا pulmonary artery هذه الخلايا في هذه المنطقة راح تبدأ تموت على شكل pulmonary artery اللي هو كان دا يتوزع على شكل هرامي او على شكل مثلث او اسفيني يسموه شكل اسفيني هذا الشكل طبعا هنا راح اجيبلكم صورة الاكس راي وراح يتقارنون شوفوش راح يصيب كيف انه الخلايا ماتت على هذا الشكل فهذا هو لهذا وهذا السبب اللي يخلى الخلايا تموت في هذه الاشعة بهذه الطريقة شكل الاسفيني بالانجليزي الاسفين معناها واج shape opacity معناها عتامة عتامة شنو بالاكسرا يتظهر لنا مناطق البيضاء فهذا يسموها عتامة فطلع واج shape opacity يعني عتامة على شكل اسفيني فهذه هي هامتونز هامب ليش صارت لانه الخلايا ماتت نتيجة لانه الدم ده يوصلها من طريق pulmonary artery ولكن احنا السؤال يطرح نفسه كم حالة من pulmonary embolism راح تطلع عنا هذي السنة 90% من الحالات مرح يطلع بها هامتون هامب طب احنا السؤال راح يسأل ليش انه ما راح يطلع لان العلم هو ده ينسد pulmonary artery راح اجاوبكم على هذا السؤال بس قبل ما اجاوبكم لازم تشوفون هذا هذي السورة هذي السورة راح اتمثلكم هذي مقطع مكبر من الوحدة الوظيفية بالرئة اللي هي الالفولاي اذا دتلاحظون هنان اشعدنا pulmonary artery اللي راح يجيب الدم من القلب الدم الغير موكسج وال pulmonary vein اللي راح ياخذ الدم من منطقة الالفولاي بعد الاكسادة طبعا اللي راح تصير له ورجعه للقلب بس اهنا مثل ما تشوفون دا ارسلم لكم اكو ارتري هواية ناس مايعفوه او قسم مايعفوه هميته اللي هو البرونكيال ارتري هذا البرونكيال ارتري اللي يزود هذي المنطقة بالدم طب منين يجي هذا البرونكيال ارتري هذا البرونكيال ارتري هو تفرع يطلع من ال descending award هذا البرونكيال ارتري هو يطلع من ال descending award هذا البرونكيال ارتري راح ينتقل ويروح ويسير ويا البرونكاي طبعا ويا القصيبات الهوائية وينتشر في الرئة ويزود الرئة ايضا بالدم ففي حالة انسد ال pulmonary artery راح يفقد او تفقد الرئة جزء كبير من الدم الواصله لكن راح يظل البرونكيال ارتري يزودها بجزء دم راح يكفي انه تبقى هذه المناطق او هذه الخلايا على قيد الحياة رغم انه ال pulmonary artery مزدود فهذه معلومة حبيت اشارككم بيها حتى تفهمون ليش ممكن يصير عندنا pulmonary embolism وما يصير عندنا نخر بالرئة لان عندنا البرونكيال ارتري حياكم الله وشكرا للمشاهدة اذا اعجبكم المقطع لا تنسون لايك وشير شكرا للمشاهدة لا تنسون لايك وشير ونرسمكم صورة الفيسبوك بالقلم الجاف شكرا للمشاهدة السلام عليكم شكرا للمشاهدة ketika ترجمة نانسي قنقر